بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا في سورة الحشر المباركة عند تلك الآيات العظيمة التي جاءت تبين وتضع وتحدد منهجا في تطبيق العدالة الاجتماعية في المجتمع منهجا عظيما من ركائز عدالة التوزيع في الثروة بين طبقات المجتمع لإلغاء في محاولات لإلغاء تلك الطبقية الحادة في المجتمعات المختلفة نحن نعلم جيدا أن التفاضل بين الناس في الأموال وفي عروض الدنيا المختلفة أمر موجود في كل زمان وفي كل عصر وفي كل مجتمع ولكن القرآن يريد أن يعالج تلك الطبقية الحادة ليس بمعنى أن يكون الناس كلهم سواسية لأن ثمت أسباب للتفاوت والاختلاف في الثروات المادية بين الناس منها الجهد منها الميراث منها أشكال مختلفة فالقرآن لا يدعو إلى تلك المساواة التي تشكل عنصرا أو سمة من سمات الاشتراكية التي يعرفها البشر مطلقا ولكنه يروم إلى خلق مجتمع يعيش الناس فيه على أقل حد أن يجد الفقير فيه ما يحتاج إلي دون أن يمس كرامته أو يجرح إنسانيته أو مشاعره بمعنى آخر حد الكفاية فلا يجد في المجتمع ولا يوجد في المجتمع فقير مطقع في فقره ولا يوجد كذلك من يكون غنيا غنا فاحشا لا يعرف كيف يتصرف في أمواله أو فيما لديه من ثروات تفضل الله جل شأنه بها عليه لأجل تحقيق ذلك القرآن أعطانا قاعدة قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم هذه قاعدة من أعظم قواعد العدالة في توزيع الثروة وما يترتب عليها بعد ذلك من ثمار اجتماعية واستقرار سياسي وأمني في كل المجتمعات المختلفة نحن فعلا وهذه من القضايا التي يتعرض لها كذلك علماء القانون ومن يتخصص في هذه القضايا يدرك تماما أن واحدة من أعظم أسباب انتشار الجرائم في المجتمعات المعاصرة ذلك التفاوت الحاد في المجتمعات المختلفة ذلك التفاوت الذي يغر الصدور ويجعل الفقير يزداد فقر والغني يزداد غنى ولا يعرف ماذا يصنع بأمواله ومن ثم التفاخر وأشكال التكاثر المختلفة التي تزداد حدة وتعاسة للمجتمعات الإنسانية في ذات الوقت إذن واحدة من أعظم أسباب والأوامل التي يكمن وراء تطبيقها لاستقرار والأمن في المجتمع الاجتماعي والسياسي والأخلاقي والاقتصادي أنك تعالج هذه الإشكاليات أنك تصل بالناس إلى حد الكفاية تدعم الناس لأجل أن تحقق لهم حد الكفاية في الملبس في المسكن في المشرب تعلم الناس كيف يطورون أنفسهم ويبدأون في عملية الترقي في حياتهم اليومية ولكن حد الكفاية لابد أن يكون موجودا ومتوافرا الحد الذي تحفظ فيه للإنسان كرامته فلا يهان ولا يبتذل لأجل لقمة عيش أو شربة ماء هذه القضية وهذه القاعدة قدم القرآن في سورة الحشر كعادته قضية حيوية ومثال نموذج لهذه القضية وتطبيقها حتى لا يقال أن في القرآن مثل ومبادئ وقيم لا يمكن أن تطبق في المجتمعات المعاصرة أو المجتمعات الواقعة أيها ذي مثل بعض الناس يقول لك حين تخاطبه بما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك هذه الآن غير ممكنة هذه غير واقعية لا تستطيع أن تقوم بتطبيقها اليوم إن القرآن يقدم لنا هنا في السورة المباركة نموذجا لمجتمع طبقت فيه هذه القضية ولأنها طبقت فيه ترى بأن القرآن يقدم لك هذه الأمثلة وعاد النماذج حتى تعرف كيف تتصرف في مجتمعاتك المختلفة بعد أن تحدث وحدثنا وعلمنا القرآن عن توزيع الفيء وآلية التوزيع والقاعدة التي تضبطه والمقصد الذي يرومه كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم قال للفقراء المهاجرين هذه الأصناف التي تحتاج أن يوزع عليها الفيء وأن يعتنى بعملية ترقية مستواها الاقتصاد والمعيش لأجل أن تصل إلى حد الكفاية فلا تعان لها كراما ولا يداس لها كما يقال على طرف قال للفقراء المهاجرين تدبر في الكلمات مفردات القرآن التي تأتي محملة ليس فقط بمعاني وليس فقط بإعجاز بياني ولكنها تأتي كذلك محملة بآليات وسلوكات تطبيقية تطبق في واقع المجتمع ليصل إلى ما يروم القرآن الوصول بالمجتمع إليه للفقراء المهاجرين صفات من هم هؤلاء الذين يستحقون أن توزع عليهم أموال الفئ من هؤلاء قال للفقراء سان الفقير الذي لا يجد حاجته التي تكلمنا عنها في أكثر من مرة من في سور القرآن حد الكفاية الحاجات الضرورية التي تحفظ على الإنسان كرامته فلا يهان هذه قضية في غاية الأهمية الإنسان يهان وتبذل كرامته حين لا يجد ما يسد به رمقه كما يقال أو رمق أطفال صغار هو مساءل عنهم ونحن ما نراه في مجتمعات اليوم مجتمعات المعاصرة أن الناس قد وصلوا إلى تلك المرحلة من المذلة في عمليات التهجير المختلفة أو ما شابه سواء كان تهجير داخلي أو تهجير من خارج بلدانهم يعيشون حالات بعيدة موغلة في الإذلال والمهانة للكرامة الإنسانية ولو أنت قمت بتفكيك تلك المذلة والمهانة الإنسانية التي تصل إليها مشتمعات مختلفة وأعداد كبيرة من البشر اليوم في العالم الذي نعيش فيه لوجدت أن الأمر يتعلق بحد الكفاية لا يجدون ما يسد رمقهم لا يجدون ما يمكن أن يلبي الحاجات الضرورية لهم ولأولادهم ولأسرهم من الطعام من المسكن من البلبس من المشرب والمأوى هذه القضايا الأساسية التي يحدثنا القرآن عنها قال للفقراء وتدبر معي في الصفة التي جاءت بعدها القرآن هنا لا يحدثني فقط عن فقراء مهاجرين هاجروا من مكة إلى المدينة القرآن يؤسس لمنهج في التعامل مع الإشكاليات الإجتماعية والاقتصادية التي تطرأ على المجتمعات الإنسانية قال للفقراء المهاجرين على فكرة لو تدبرنا في مفردة الهجرة في القرآن لوجدناها حاضرة بقوة والقرآن في واقع الحقيقة قدم لنا نموذج متكامل في التعامل مع إشكالية الهجرة سواء كان ذلك في الأسباب أو الدوافع التي تدفع بالناس للهجرة من مكان إلى آخر أو في مقاصد الهجرة أو في غايات المهاجرين أو فيما يبتغون ويسعون إلي أو في المبررات التي تدفع بهم إلى الهجرة أو في التأسيس كذلك لفكرة الهجرة أو في ربط تلك الفكرة بالمقصد الأعظم والأول أن الأرض لله وأن الإنسان على هذه الأرض شرق أو جنوب هذه المسميات المختلفة لتلك الأراضي وتلك الحدود في البلدان المختلفة هذه لا ينبغي مطلقا أن تحد دون تنقل وحرية الإنسان في التنقل من مكان إلى آخر وأن هذه الحرية في التنقل التي كفلها وأسسها القرآن بآياته ونصوصه ينبغي أن تصان لأجل أن تسهم في تحقيق المهمة التي لأجلها خلق الإنسان إنسان ما خلق فقط لأجل أن يأكل ويمشي ويتزوج ويلد ويموت أبدا الإنسان خلق أفرادا وجماعات ومجتمعات وأمم ودول وشعوب لأجل أن يحقق مهمة الخلافة التي أوكلت إلي الله سبحانه وتعالى عينه قال إني جاعل في الأرض خليفة وبالتالي ثمت أماكن في أوقات معينة وظروف معينة لا تساعد الإنسان في تحقيق ذلك الهدف وتلك المهمة على الأرض الحل الحل ربي جل شأنه قال في آية في حديثه عن الهجرة والمهاجرين ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها الأرض ليست لي ولك الأرض ليست لهذا أو ذاك الأرض لله تدبر في القرآن كيف يؤسس مبادئ حقوق الإنسان على غير مثال وغير سابقة ولا يمكن أبداً مهما وصل الإنسان في إنسانيته وعدالته في صياغة حقوق الإنسان ومبادئها أن يصل إلى ما وصل إليه رب العزة جل شأنه في كتابه العظيم ألم تكن أرض الله واسعة تدبر في الكلمة والمفردة أرض الله وليست أرض أحد بمعنى آخر لك كإنسان حرية التنقل في هذه الأرض أما تلك الحدود الشائكة التي وضعها بن البشر بينهم ما زادتهم استقراراً ولا زادتهم رخاءاً ولا جلبت على المجتمعات الإنسانية استقرار اقتصادي أو مادي بمعنى آخر أنت لو تأملت في تاريخ الهجرة الإنساني هجرة الشعوب الناس قبل الاستعمار وضروب الاستعمار المختلفة التي ضرب بها العالم بأسره كانوا يتنقلون بمنتهى الحرية راع الغنم يتنقل من هنا لهناك والتاجر يتنقل من هنا وكلنا يعلم الكتب كتب الرحلات مثل رحلة ابن بطوطة وغيره وغيره تنقل طاف الأرض شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً ما استوقفه أحد ولا معاك أوراق ولا معاك وثائق ماذا كانت النتيجة وكيف كانت النتيجة التعارف بين البشر تعزيز أواصر القرابة الإنسانية بين بني البشر ذلك التعارف وذلك التواصل الذي يمكن للإنسان أي كان وفي أي مكان وزمان أن يصل لمرحلة استقرار كان في نمو اقتصادي كبير جداً كان في تبادل تجار كبير جداً حتى فترات الحروب التي عاشتها البشرية من قطعت حرية التنقل بين البلدان المختلفة؟ نحن نتكلم عن العصور القديمة لدرجة أن واحدة من أعظم أسباب عبور الحضارة الإسلامية إلى غيرها من أماكن العالم كانت الحروب الصليبية لك أن تتخيل عالم فيه حروب صراعات دامية كيف تعبر من خلاله الحضارة الإسلامية إلى أوروبا وإلى دول العالم المختلفة؟ كيف عبرت من خلال تلك الحروب؟ هذا معنى عظيم جداً معنى يدلك على أن حرية التنقل بين البلدان البشر كانت مكفولة ما حدتها الحدود ولا أنقصت منها حتى الحروب التي كانت تقع أحياناً لأجل أي شيء؟ لأجل أن تبقى للإنسانية كرامتها لأجل أن يبقى الإنسان إنسان ما استطاع أن يجد له عيشاً كريماً أو يحقق لأسرته عيشاً كريماً كما يريد أو يتمنى يستطيع أن ينتقل إلى مكان آخر ولذلك نحن كذلك نعلم من التاريخ الإسلامي أن التجار المسلمين رجال الأعمال المسلمين كانوا واحدة من أعظم حلقات الوصل في نشر الإسلام ومبادئه وقيمه في جنوب شرق آسيا في غرب أفريقيا هذه الأماكن التي وصل إليها الإسلام عن طريق التجارة ولك أن تتساءل لماذا يذهب التجار حرية التنقل حرية التجارة المفتوحة الحرة هذه التي تجعل العالم بأسره وليس دولاً محددة وليس بلداناً محددة وليس بلداناً قوية على حساب البلدان الضعيفة سوق مفتوح سوق مفتوح بين البشر سوق مفتوح للتبادل التجاري دون إيجاد مؤشرات أو حدود تكرس الطبقية والاختلاف المادي والاقتصادي فتجعل القوي يفرض سوقه ومنتجاته على الأفقر على الأضعف ويفرض عليه أن يسوق ويروج لمنتجاته كما هو حاصل في المجتمعات المعاصرة بمنطق أي شيء منطق القوة بضائعه منتجاته كل ما يأتي به وحتى يعكس طريقة لباسه وثقافته وعاداته تجده مروجاً له قهراً وقصراً وإجباراً وإكراهاً مغطاً متلبساً بلباس الإقناع والعصرية والأزياء والموضة لأجل أن يجعل العالم أمام بضائعه مفتوحاً ليسواقه وبضاعته ماذا عن المجتمعات الأخرى الأقل حظاً من النواحي المادية ماذا عن منتجاتها ماذا عن سلعها لا يأباه لها لا يهم هل تفتح أنت بالمقابل أسواقك لأجل هذه البضاعة أبداً تدبر معي في الازدواجية التي صنعتها النظم الاقتصادية التي لم تقم على عدالة التوزيع بين البشر لم تقم على المساواة بين البشر لم تقم على الحرية بين البشر لم تقم إلا على مبدأ التمييز الأرقي بين البشر هذا الذي يرفضه القرآن العظيم من هنا كانت قضية الهجرة حري بها أن تدرس دراسة موضوعية يتناولها الباحثون يتناولها طلاب الدراسات العليا في دراساتهم الهجرة في القرآن مبادئ مقاصد أسس ضوابط أهداف ثمار الآثار التي تنتشي بها المجتمعات المختلفة المجتمعات الإنسانية آثار اقتصادية آثار اجتماعية آثار معرفية آثار معرفية وثقافية في ردم الفجوة بين الشعوب وبين الأمم أنت لا تردم تلك الفجوات التي يصنعها هؤلاء من المتكبرين والمصرفين والمترفين والمتعجرفين الذين يتلاعبون بمصائر الأمم والشعوب أنت لا تردم فجوة من خلال ما يصنعوا هؤلاء هؤلاء يكرسون لتلك الفجوات يصنعون تلك الخنادق ويحفرونها بسياساتهم الظالمة الجائرة وقوانينهم الظالمة أما البشر أما الأمم أما عامة الناس أما الشعوب فعلى عاتقهم تقع مهمة أن يردموا تلك الفجوات أن يردموا تلك الخنادق المصطنع المزيفة التي صنعها البشر بظلم البشر وتمييز على البشر وبين البشر كيف يردمونها دون هجرة كيف يردمونها دون تعارف وتعالف بينهم واحدة من أعظم أسباب الشعور بالاغتراب والشعور بالعداء اتجاه الإنسان حين لا تعرفه فالمرء عدو ما يجهله ولكنك حين تتعارف على الناس وتعرف طريقتهم في المأكل وفي الملبس وفي المشرب وفي الحياة والكلمات وفي كل شيء تخف وشيئا فشيئا تنكمش حدة ذلك الاختراب الذي يعاني منه البشر ويحدث ما أراده القرآن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا مبدأ التعارف بين البشر الذي جاءت الهجرة لتخدم ذلك الهدف وتكون وسيلة لتحقيق ذلك الهدف الهجرة في مكانها ووقتها وزمانها ومقاصدها وضوابطها التي أسسها القرآن العظيم واحدة من أعظم وسائل التعارف بين البشر وردم الفجوات التي تكلمنا عنها قال للفقراء المهاجرين وهنا القرآن العظيم يؤسس مبدأ عظيما احتار الناس فيه قبل أيام الصحف والدنيا والعالم قام ولم يقعد لأجل أي شيء لأجل أعداد من المهاجرين أوقفوا على حدود بين بلدان مختلفة حدود شائكة أسلاك شائكة أسلاك شائكة وقفت حاجزا ليس فقط بين عبور بلد أو بين عبور الناس من بلد إلى آخر ولكنها وقفت حاجزا بين التلاؤم والتعارف الإنساني الشعور الإنساني بتلك الآصرة وتلك الروابط التي تربط البشر بين بعضهم البعض التي تجعل من الإنسان إنسانا هذه الأسلاك الحديدية شائكة هذه لم تحجز وتمنع فقط العبور من بلد إلى آخر هذه ما منعت فقط بلدان ولا حددت حدود معينة على الخرائط هذه في واقع الأمر كرست التفرق والتمييز بين البشر الشاهد شيء طبيعي جدا أن الإنسان حين يخرج من مكاني وتدبر في دقة المفرد القرآنية قال أخرجوا من ديارهم تدبر معي في دقة المفردات التي تأتي كما ذكرنا ليس فقط محمل بمعجزات بيانية لا وإنما وظف الإعجاز البياني في المفرد القرآنية لأجل أن ينقل معه حالة اجتماعية ويصور لك الموقف بأكمله وأنت عليك أن تتدبر في تلك المفردات قال الذين تدبر معي في الإسم الموصول حتى يحدد لك قلنا أن للهجرة ضوابطا الهجرة ما جاءت بدون ضوابط لا في ضوابط قال أخرجوا من ديارهم وأموالهم إذن في أحد أخرجهم إذن هناك ظروف معينة فرضت عليهم أن يخرجوا من ديارهم تدبر ما قال مساكنهم قال ديار جاء بلفظة الديار لماذا؟ لأن لفظة الدار كما سبق وأن ذكرنا لا تنحصر فقط في طوب وفي حجار أن تتسكن الطوب والحجار والمساكن هذه المسكن تجده في أي مكان ولذلك هناك الآن بيوته مساكن جاهزة أبدا خشب وحديد وألمنيوم وطوب وحجر هذه المواد البناء ولكن حين يأتي القرآن بلفظة الديار الدار ليس أي شيء لا أبدا ولذلك حتى مفردة الدار في الشعر العربي لها إطلالات عظيمة جدا خلت من أهلها الدار هذه ليست مجرد دار حجار وطوب وطين وأسقف لا 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 هذه الأماكن التي تضم في ثناياها طفولة وذكريات وضحكات وآهات وأحزان ودموع وآلام ولمات وجمعات ولذلك أنا وأنت حين نعود بذاكرتنا إلى تلك البيوت التي عشنا فيها طفولتنا أو صبانا ويرجع بك الزمن وتذهب إلى ذلك المكان وتجده قد تغير بعض الشيء أو لم يتغير وهذا قليل مع الأسف الشديد في كثير من الأماكن أو البلدان حين ترجع ويرجع بك الزمن إلى ذاك المكان كيف تشعر؟ تكاد تشعر أن الحجر والحائط ينطق ويتكلم معك ويسلم عليك ويرحب بك ويتأوه لما تقول هذا ليس كلام شعر أبدا هذا حقيقة يشعر بها الإنسان في ذاته ولذلك الإنسان بطبيعته التي خلقه الله جل شأنه عليها يتعلق بالمكان الذي يعيش فيه الذي يقضي فيه فترة من الزمن قلوب الأصحاب رضي الله عنهم تعلقت بمكة لماذا؟ للطوب والطين والحجر؟ والأودية والسهول؟ والجبال؟ لا تعلقت بمن فيها تعلقت بتلك الذكريات التي تربط تاريخ الإنسان وتمد بجذوره في الأعماق حينها لا يصبح التراب ترابا ولا يكون الحائط حائطا من حجر وطوب يكون من إحساس يكون من محبة يكون من شوق يكون من ذكريات يكون من آلام من أتراح من أفراح من أحزان وكأنه يحكي حكاية أو يروي رواية أو قصة لفرد أو أسرة أو مجتمع عاشوا في ثناياه وبين تلك الجدران فكانت الجدران شهدة عليه هذه المعاني العظيمة التي تأتي مع كلمة مفردة واحدة أخرج من دياري الآن أنت تفهم وأنا نفهم تماما صعوبة الشعور الإنسان الذي يلف الإنسان المهاجر حين يخرج من داري هو ما أخرج من طوب وحجر ولن تعوضه ولن تعوض ذلك الإنسان أن يعطى خيمة أو يعطى بيت جاهز أو يعطى لأن هذا المسكن من طوب وحجر أنا له أن يمد فيه جذوره التي اقتلعت أنا له أن يبني فيه ذكريات مرت عليها عشرات السنوات أنا له وهنا يبدأ الإنسان بالتعاطف الإنساني وخلق حالة الشعور شعور التعاطف الإنساني مع كل أولئك الذين أخرجوا من ديارهم الآن نفهم وأنا وأنت حين نرى على سبيل المثال ونراقب في وسائل الإعلام المختلفة حين يحدث إعصار أو يحدث أي شكل من أشكال تحدث كارثة طبيعية فيضان يهاجر ويهجر البشر لأنه قد هدمت بيوتهم غرقت أموالهم ذهبت كذا ألا تشعر بألم ألا تشعر بتعاطف إنساني تدبر معي في القرآن كيف يصنع تدبر معي في القرآن كيف يخلق حالة التعاطف الإنساني بين البشر بالمفردة هذه ما عادت آية هذه ليست آية فقط هذه ليست آية توزع مالا هذه آية تخلق شعورا إنسانيا زامق حتى نفهم أن هذا القرآن العظيم ما جاء فقط لأجل أن يقول لك افعل لا تفعل لا هذا جاء لأجل أن يصنع منك إنسانا حرا نزيها مرهف الحس تشعر بآلام وأحاسيس غيرك ونحن هذا الذي نفتقر إلي اليوم تفتقر إلي المجتمعات الإنسانية قاطبة على تفاوت بينها ولكن نحن نفتقر إلى ذلك الشعور الإنساني ليس ما ينقصنا على وجه الحقيقة فقط الأموال لا نقصنا أشياء كثيرة أخرى أشياء أهم من المال المال يأتي ويذهب ويروح ويقل وينقص ويزداد ولكن الإنسانية إذا فقدت قل لي بالله عليك أنا لها أن تأتي من جديد وتخلق وتصنع من جديد لا تصنع باعدا عن القرآن قال أخرجوا من ديارهم وأموالهم وحين يأتي القرآن بالمفردة وينسب الديار إليهم والأموال إليهم يعزز الشعور والإحساسة العميق بالألم والحزن الذي يمر به ذاك الذي أخرج من داره الدار دارة والمال مالة وأخرج منه لماذا يعطيني القرآن كل هذه الصورة هي صبحت صورة مشهد مشهد عظيم لماذا ينقل لي القرآن العظيم هذا المشهد الإنساني الذي يصنع الإنسانية يصنع الإحساس يصنع ويذيب قسوة القلوب التي ابتلي بها كثيرون في العالم الذين عيشوا فيه لماذا القرآن ينقل لي هذا لأن بعد قليل ستأتي الآيات عن العطاء والإيثار الذي لا يمكن أبدا أن يصنع في قلب فارقته الإنسانية أو هجرته مشاعر الإخاء والترابط الإنساني ووشائج الإنسانية تدبر معي في القرآن أخرجوا من ديارهم وأموالهم فلما الإنسان يستشعر أن هؤلاء أخرجوا من ديارهم وأموالهم يستشعر بحجم وبشاعة وفضاعة الظلم الذي وقع على هؤلاء هؤلاء ليسوا بحاجة إلى مال فقط تدبر معي في القرآن كيف يصنع هؤلاء الفقراء الذين القرآن يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لماذا كل هذه الأوصاف حتى ينقل لك المشهد كامل حتى يحكي لك القصة حتى يروي لك المعاناة التي كانوا يمرون بها أخرجوا من ديارهم وأموالهم فلما تشعر بحجم الظلم الذي وقع عليهم ماذا تريد أن تصنع ماذا تريد أن تفعل ماذا تريد أن تقدم لهم وماذا ستشعر وكيف تشعر حين تتخيل ولو لثواني أنك أنت في مكانهم جالس في مكانك وفي دارك وفي مالك ويأخذ منك كل شيء وتخرج من دارك ومالك تدبر معي في هذه المعاني العظيمة قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا تدبر الآن معي في الكلمات المفردات اللي تنقل المشهد تستمر في نقل المشهد هم فقراء وهاجروا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم يعني بمعنى آخر حالة من حالات الصعوبة والشدة والمحنة والمعاناة عظيمة ولكن على الرغم من كل تلك المعاناة وشدة المأساة التي يعيشونها إلا أن الهمم بقيت سامقة شامخة كالجبال والمقاصد عظيمة قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا وأنا أتساءل طيب هو في البداية وصف قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لماذا ما قال القرآن يبتغون بيتا يبتغون استقرارا يبتغون جنسية يبتغون لجوءا هؤلاء ليسوا بطلاب لجوء عند أحد من البشر قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا وهذا رسالة لكل المهجرين في الأرض ولكل أولئك الذين يمرون بالمعاناة والمآسي المختلفة التي فرضت عليهم بطريقة أو بأخرى ظلما وعدوانا إياك في يوم من الأيام أن تجعل منك المأساة أو المعاناة أو الظروف الشديدة الصعبة التي تمر بها إنسانا خائر القوى مهزوما في ذاتك وفي نفسك محصورا مسجونا في طموحاتك ومقاصدك وآمالك إياك ممكن أن تضع عليك وعلى تحركاتك قيود وعلى حركتك وانتقالك عشرات القيود التي يصنعها البشر ولكن إياك أن تضع أنت بيديك وفكرك وخمول ذكرك وطموحك القيود على آمالك وحياتك ومقاصدك وإنسانيتك إياك بمعنى آخر إياك أن تدع تلك المأساة تحطم فيك إنسانيتك وتحطم فيك أعز ما فيك ما هو أن تبتغي الفضل من الله والرضوان يا لها من آية عظيمة فارق شاسع بين أن تبتغي الفضل الذي هو في الأصل الزيادة في كل شيء مادي أو معنوي فارق شاسع بين أن تبتغيه من بني البشر وتستجديه منهم فيمنون أو يمنعون وبين أن تبتغي ذلك الفضل من رب البشر وسبحانه جل شأنه أطاؤه يدهش القلوب والعقول فكيف بمنه وفضله تدبر معي في الآية هذه ليست كلمات كلمات القرآن ليست كلمات هذه ليست مفردات مجرد حتى أنا وأنت أقرأها هكذا مجرد كلمات هذه أحاسيس هذه أسس هذه مبادئ هذه قيم هذه مثل جاءت لتطبق وليس لأجل أن تنحى يبتغون فضلا من الله ورضوانه واحدة من أكبر الإشكاليات التي يواجه هؤلاء من المهجرين في الأرض في الداخل وفي الخارج في مختلف بلدان العالم أنهم في خضم مأساتهم ومعاناتهم ممكن أن يغفلوا عن أنهم يبتغون الفضل من الله جل شأنه أنا لا أقول ذلك من باب الرمي باللوم أو اللائمة على أحد أو إلقاء اللائمة على أحد الإنسان حين يمر بظروف صعبة شديدة ممكن ينسى كثير من الأشياء ولكن القرآن يعلمنا أننا مهما سودت وصعبت الظروف التي نمر بها لا ننسى مطلقا أن الله معنا فمهما كانت طبيعة الظروف التي أخرجتك مهما كانت إياك أن تنسى أن تبتغي الفضل والرضوان من الله تقول لي وأم أب إيش هتفرق ستحدث كل الفرق ليس فقط في حياتك ولا في حياة أسرتك وأولادك بل في آخرتك التي إليها معادك الهجرة القصرية يخرج فيها الإنسان قسرا من داره وماله وبلده ولكننا في نهاية الأمر كلنا راحلون كلنا سنخرج من هذه الأرض التي اعتدنا عليها ولكن لن نخرج منها مهانة أو مذلة إذا ما كان في القلب ابتغاء لرضى الله جل شأنه والفضل من الله سبحانه سنخرج منها كلنا سنخرج كلنا سنخرج غنينا وفقيرنا كبيرنا وصغيرنا مريضنا وصحيحنا الرجل فينا والمرأة ولكن المهم كيف سيكون الخروج وإلى أين سيكون الخروج إلى جنة ورضوان من الله جل شأنه بشيء آخر والعياذ بالله قال ابتغون فضلا من الله ورضوان وجاء بالرضوان ما جاء بالرضى لماذا الرضوان يتناسب مع الكلام فضلا من الله الرضوان لا يكون إلا من الله الرضوان درجة أعلى من الرضى وتدبر معي في الترابط في المفرد يبتغون فضلا من الله ورضوان الفضل مفردة الفضل في القرآن ذكرت فيه مئة وأكثر من أربع مرات في كتاب الله أكثر من مئة مرة في كتاب الله تقريبا مئة وأربع مرات بمفرداتها وتصاريفها والأفعالها وصيغها وإسمائها لماذا ذكرت؟ كلها تدور حول الزيادة زيادة سواء كان حسية أو زيادة في المعنى في التفاضل بين الناس يبتغون فضلا من الله ذلك الفضل من الله والله ذو الفضل العظيم والله ذو فضل عظيم ولكن أعظم درجات ذلك الفضل حين يكون الفضل من الله سبحانه وتعالى أعظم الفضل الذي هو في الأصل معنى ومفهوم الزيادة الذي يكون من الله جل شأنه الفضل لمن يكون من الناس ممكن الناس تمنع لك به ممكن بعد فترة من الزمن يحدث خلاف بينك وبين هذا فيقول يعيرك بما قد أعطاك وتفضل به عليك ولكن الفضل حين يكون من الله جل شأنه يا له من أعطاء غير ممنون غير منقوس غير مجدود هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى ذلك الفضل من الله والله سبحانه وتعالى هو المتفضل على العباد ابتداء على غير سابقة الله متفضل على عباده مؤمنهم وكافرهم مطيعهم وعاصيهم كبيرهم وصغيرهم غنيهم وفقيرهم الله هو البادئ بالفضل والإحسان ألمنا على خلقه وأنت كلما استشعرت فضل الله عليك كلما ازدت رضا وكلما ازدت رضا كلما وصلت وترقيت لتصل إلى مرحلة الرضوان الرضوان الرضا الكثير ولا يكونوا إلا من الله تدبر في التناسب بين المفردتين فضلا من الله ورضوان لأن كليهما من الله جل شأنه الفضل في العطاء مادي ومعنوي والفضل يسوق إلى الشعور بالرضا والرضوان تدبر في التناسب وتسألني ولك أن تسأل القرآن هنا في هذه الآية المباركة يحدثنا عن مهاجرين عن فقراء تدبر معي في المفردات للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ويقول ليبتغون فضلا من الله ورضوان ليس لديهم أي شكل من أشكال مقومات الفضل والرضوان لأن الرضوان من الله جل شأنه صحيح وثمر صحيح ومنح ولكن القرآن علمني كيف أصل إلي لا تصل إلى رضوان من الله حتى ترضى عن الله جل شأن وكيف يرضى العبد عن ربه جل شأنه وهو عبد ترضى عن حكمه فيك فهو عدل سبحانه ترضى عن قضائه فيك عدل في قضاءك ماض في حكمك ترضى عن أوامره ترضى بما يقضيه عليك ترضى بما يعطيه ترضى بما يمنع عنك ترضى بشكلك في ناس اليوم في عالمنا الذي نعيش فيه لا يرضى بشكل الطويل قصر والقصير طول والثخين ضعف الضعف ثخن وعشرات الصور التي في واقع الأمر كلها تؤكد أن الإنسان يعيش في حالة صخط عجيب صاخط على نفسه صاخط على شكله الذي خلقه الله عليه صاخط على خلقته صاخط على لونه صاخط على ملامح وجهه يجمل هذا ويكبر ويصغر ويفعل الأعجيب ليغير من خلقته ولماذا يغير لو كان راضيا صخط صخط في صخط نحن نعيش أجواء من الصخط صخط على الشكل صخط على الحياة صخط على الزمن صخط على الجو والطقس صخط على كل شيء فقل لي بالله عليك حين يعيش الإنسان معاناة الصخط صخط كيف سيصل إلى الرضوان كيف يصل إلى الرضوان قال يبتغون فضلا من الله ورضوانه لك أن تتساعل هو من يعيش معاناة الفقر والهجرة والظلم لأنه القرآن في الآية في السطر واحد من الآية وصف معاناة هؤلاء فقراء مهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يعني فقر فقر وهجرة وظلم واعتداء وقع عليهم هؤلاء أين تفتح لهم أبواب الأمل قال يبتغون فضلا من الله ورضوانه تدبر في القرآن كيف يصنع الأمل وكيف يمسح الألم من القلوب والدموع والعيون كيف يمسح الألام كيف يخفف المعاناة هذا شكل من أشكال الإرشاد العظيم الإرشاد النفسي يبتغون فضلا من الله ورضوانه بمعنى آخر يا فقير يا مهاجر يا من اعتدي عليك يا من أخرجت من دارك ومالك إياك أن تنسى الأمل أمل بمن يبتغون فضلا من الله ورضوانه حين تعلق آمالك بالخالق الذي خلقك ووهبك الحياة لن تذهب تلك الآمال سدى وحين تعلق تلك الآمال ببشر يظلمون وربما ينصفون ويعدلون فستتساقط كل الآمال تدبر معي في الفارق بينها لأجل أن تخرج من تلك المعاناة ينبغي أن لا يكون ابتغاؤك للفضل إلا من الله سبحانه وتعالى شيء آخر ورضوانه بمعنى الوصول إلى حالة من حالات الرضا والتقبل لما أنت فيه ليس التقبل لأجل أن لا ترد عن نفسك ما قد وقع عليها من ظلم لا 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 ولكن حالة الخروج من الصدمة خروج من حالة الصدمة الخروج من حالة الصخط والتأفف على كل شيء الخروج من حالة النقمة لأنه لدينا الآن واحدة من أعظم المشكلات التي تواجه المهجرين واللاجئين في المخيمات وغيرهم الحالة النفسية المتردية الأوضاع النفسية المتردية المرتبطة بالظروف التي يعيشون فيها في نسب متزايدة مرتفعة من حالات عدم الرضا عن الله جل شأنه وتحميل الدين كل ما قد وقع لهؤلاء من كوارث ومجاعات وظلم واعتداء من البشر على البشر هذا الشيء في غاية الألم أن في مخيمات اللاجئين والمهجرين في كثير من دول العالم اليوم وخاصة في العالم الإسلامي في حالة نقمة صخط ولكن للأسف هذه النقمة وذاك الصخط يتوجه باتجاه الدين ويحمل الدين كل ما هو فيه وبالتالي تجد أن البعض من هؤلاء المهجرين أو من أبنائهم أو الصغار أو الشباب أو النساء أو الكبار يسخط على الدين لا يعرف لا يريد أن يعرف له ربا بعد الآن لا يريد أن يصلي لا يريد أن يفعل شيئا يقول لك ماذا فعلت لي الصلاة أنا كنت أصلي قبل ما حدث لي والآن لا أريد أن أصلي لأن الصلاة لم تغني ليس الصلاة هي التي ساقتك إلى ما أنت فيه ليس الصلاة اللي أوصلك إلى ما أنت فيه من هذا الإبتلاء ظلم بني البشر وعليك أن تستوعب الصورة بأكملها حتى تستطيع أن تصل إلى الحالة بمعنى آخر هؤلاء من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من مكة ويعبوا الديار إليهم هل خرجوا ناقمين على دينهم؟ هل خرجوا ساخطين على ما قضى الله به عليهم؟ من الهجرة أبدا بقي الأمل في نفوسهم وفي قلوبهم بقيت تلك المقاصد السامخة الشامخة لهم العالية في قلوبهم وعقولهم قال يبتغون فضلا من الله ورضوانا هذا فقط؟ لا قال وينصرون الله ورسوله الله على الرغم من كل تلك الشدة والمعاناة التي كانوا يعيشون فيها والظروف الصعبة التي كانوا يمرون بها ولكنهم كانوا ينصرون الله ورسوله لأن بعض الناس كما ذكرت لك قبل قليل لمن يصاب بشدة يصاب بمحنة ينقم على الدين وينقم على القرآن وينقم على كل شيء والصلاة التي هي صلة بين العبد وربه أنت الفقير إليها والله هو الغني عنها وعن صلاتك يقطعها يقول لك لن أصلي بعد الآن أهكذا يكون الأمر؟ قال وينصرون الله ورسوله رغم كل ما يمرون به إلا أنهم ينصرون الله ورسوله ولكن أنا أتساءل ونحن نتدبر في الآية هم فقراء وهجروا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم لا مال ما عندهم مال لأن قال فقراء وأخرجوا من ديارهم وأموالهم ولا مسكن لهم ولا تجارة ولا أي شيء ولا أي شيء هؤلاء كيف ينصرون الله ورسوله؟ نصرك لله ورسوله لا يحتاج أن تكون فيه صاحب أموال طائلة وحسابات فلكية في البنوك وأرصد متضاربة في الأرقام لا يحتاج فقط شيء واحد أن يكون قصدك في الحياة رضا الله سبحانه وتعالى فقط أن تكون ما قد طويت عليه نيتك وصدقك وسريرتك الصدق مع الله سبحانه وتعالى أنت فعلا تريد أن تنصر الله ورسوله على فكرة كل الكلام عن نصرة الله ورسوله هم لماذا خرجوا المهاجرون من مكة؟ مسلمون الأوائل لماذا خرجوا من مكة؟ لأجل أن ينصروا أنفسهم؟ أبدا لأجل أن يأخذوا أموال الأنصار مطلقا أصرة لله ورسوله تقول لي كيف؟ إعلاء كلمة الله جل شأنه كيف تعلى كلمة الله جل شأنه وهي عالية سامقة؟ ما حصل؟ حين تمارسها حين تطبقها حين تنفذها حين تجعل منها واقعا يراه وينظر إليه الخلق حين يصبح المجتمع الذي تعيش فيه صورة وضيئة لتعاليم ذلك الدين الذي تؤمن به في قلبك وفي صدرك وإحساسك تدبر معي في خاتمة الآية قال أولئك هم الصادقون الله منحهم الله جل شأنه وسام الصدق ويا له من وسام أعظم وسام يمنح الإنسان أن يكون عند الله صادقا صديقا أولئك هم الصادقون فقراء ومهجرين ولا مال لهم ولا بيت لهم ولا تجارة لهم ولا أهل لهم ولا وطن لهم ولكنه في نفس الوقت قال أولئك هم الصادقون فما ظرهم الفقر وما ساءتهم الهجرة وما حالة الغرب والمعانا بينهم وبين أن يكونوا لله صادقين تدبر معي في المعاني العظيمة الوصول إلى مرحلة الصديقية وأن تكون عند الله صادقا لا تحتاج منك إلى مال لأن بعض المسلمين اليوم كل ما تقول له اعطي اعمل كن صالح أن يقول لك ليس لدي مال ليس عندي وظيفة عندي مشاكل نفسية عندي مشاكل أسرية ما تخلو المشاكل الأسرية والمال في صدقك مع الله أنت عليك أن تكون صادقا مع الله فقيرا كنت أو غنيا مستقرا كنت أو مهجرا مريضا كنت أو سقيما وذلك أمر لا يعرفه إلا فعلا مع أن صدق مع الله سبحانه وتعالى تدبر معي في التناسب الآن يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وسام الصدق منها لماذا منح هؤلاء وسام الصدق؟ ليسوا من أصحاب الأحساب والأنساب كثير ممن هجر من مكة كان من عامة الناس ومن بسطاء الناس اللي كان عبدا واللي كان فقيرا واللي كان مسكينا وليس من عائلة كذا وليس من عشرة كذا وليس الصاحب حسب ولا النسب لماذا أخذوا وسام الصدق؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا من طوت عليه سريرتك هو الذي يرفعك عند الله جل شأن ويمنحك وسام الصدق وإن منحت وسام الصدق فما ظرك الفقر ولا ساءتك الهجرة ولا لاحت على قلبك الغربة تدبر معي في هذه المعاني ما عليك إن أصبحت إنسانا صادقا عند الله مكتوبا عنده من الصادقين ولكن الظروف المادية تعيسوا تسعى صح تجتهد أكيد ولكنك لن تشعر بالسخط ولن تشعر بعدم الرضا ولن تشعر بالنقمة وسيتأكد لديك المبدأ العظيم أن لا ملجأ من الله إلا إليه وأولئك الذين ينقمون على الدين وتعاليمه فيقطعون صلاتهم ولا ينفقون ولا يعطون ولا حتى من أنفسهم ليس النفق فقط بالمال يقول لك أنا لا أريد انتهى الموضوع عندي يحملون الدين وشرع الله سبحانه وتعالى ما قد حدث لهم من مصائب وكوارث ومعاناة ومآسي هؤلاء ماذا يقال لهم ما حصل إنما كان نتيجة لتخبط الخلق وعدم تمسكهم بالكتاب فالمطلب منك أن تزاد تمسكا بكتاب الله جل شأنه أن تفر من الله إليه لا أن تفر عن الله سبحانه وتعالى إلى الخلق فتطلب من هذا لجوء وتأخذ من ذاك إحسانا وصدقة وتنتظر هكذا لا تدري سيعطوك الناس أم يمنعوك وإن أعطوك أو منعوك فذلك يعتبرونه من الفضل منهم وليس ذاك هو الفضل من الله الفضل من الله شيء آخر فإياك أن تبتغي فضلا من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى وذلك هو الفوز العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته